موسيقى السيدات والسادة مساء الخير سؤال نحتار دائما في الإجابة عليه عند الحديث عن هويتنا هل نعرف تاريخنا؟ هل اكتشفنا كنوز ما تركه لنا المصريون القدماء من حضارة وآثار وعلوم ومعرفة؟ كيف يمتد جسر الحضارة العظيمة التي شيدها ملوك وملكات مصر من الماضي إلى الحاضر ومن جدران المعابد إلى عقول وقلوب المصريين؟ كيف نستثمر ما نراه اليوم من محاولات جادة لإعادة الاعتبار لهذه الحضارة المجيدة في التعليم وفي الثقافة وفي رؤية جديدة للسياحة وفي الانفتاح على العالم؟ كيف نستثمرها في صياعة جديدة لتاريخنا؟ وفي صناعة حقيقية لمستقبلنا؟ وفي استرداد لهويتنا المصرية؟ في هذه الحلقة الجديدة من حديث العرب من مصر حوار مع ضيف كبير كرس حياته للدفاع عن الهوية وعن الحضارة المصرية القديمة ضيف تصدى مع ملايين مصريين ممن حاولوا وفشلوا في تشويه وتمس هذه الحضارة حوار جديد عنوانه عودة الروح لحضارة عظيمة أهلا بكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معنى للحديث عن قضية فهم التاريخ وعلاقة هذا التاريخ بالهوية والحضارة المصرية عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس بعد هذا التقل عشق بلا مقدمات هكذا يصف عالم المصريات الكبير الدكتور زاهي حواس علاقته بالأثار ورغم تخرجه من قسم الآثار اليونانية والرومانية إلا أن قدره اختاره أن يكون خبيرا ومكتشفا ووزيرا ثم سفيرا عالميا للحضارة والآثار المصرية ومن اكتشافاته التي أحدثت دويا عالميا مقابر العمال بنات الأهرامات وادي الممياوات الذهبية مقبرة حاكم الواحات البحرية وأسرته ومدينة آتون الذهبية بالأقصر وألف زاهي حواس أكثر من ثلاثين كتابا عن الفراعنة ترجمت للغات العالم ومنها أبو سنبل معابد الشمس المشرقة جنون اسمه الفراعنة سيدة العالم القديم بنات الأهرام لعنة الممياو معجزة الهرم الأكبر أربعون سنة حفائر توت عن خأمون ملك الملوك وعائلة الملك خوفو اختارته مجلة تايم الأمريكية في عام 2006 واحدا من أقوى وأشهر مئة شخصية عالمية ومن وادي الملوك إلى وادي النيل العظيم يواصل زاهي حواس رحلة الاكتشاف والحماية والدعاية لآفار مصر وحضارتها المجيدة دكتور زاهي حواس أهلا وسهلا بحضارتك نهر يا فهد بحضارتك أحب ذأ بكلمة هي الكلمة صعبة شوي لكن يعني جاءت على لسان حضرتك في مرة من المرات كنت بتقول فيها أن إحنا شعب قليل المعرفة بحضارتك تعني إيه؟ يعني أنا هقولك حاجة أنت لو إحنا بصينا للأطفال عندنا طبعا أنا مش بقول كلام ده على أساس أن أن الشعب هو الغلطان لا إحنا الغلطانين يعني إحنا كأجهزة وكترفيزيون وكصعافة وكتربية وتعليم وثقافة كلنا ما عندناش منظومة في سبيل أن احنا ننمي الثقافة الأثرية أو الحضارة جوا جوا نبدأ بالأطفال مثلا يعني أقولك حاجة نبدأ بموضوع التعليم فعلا والأطفال يعني الأثار صعبة يعني أنا لو جيت وحطت الأثار في فيلم تسجيلي الناس هتنام بره بيعملوا إيه بقى إزاي ليه بقى لو أنت قلتي لأي طفل عنده 8 سنين في أي بلد في العالم إيطاليا أمريكا أي دولة قلت مصر هو على طول يقولك الطفل هيقولك أبو الهولي الهرم تتعنخ أمون المميوات يعني أنا بيجيلي عندي أي واحد بيقدر يبعث لي إيميل من الويب سايت بتاعي بيجيلي إيميل من الأطفال كتب جدا بيسألوا أسئلها في منتهى الزكاء في مصر بلاقي في بعض الأحيان في عيال عبقرة يعني أنا في بنت عندها 14 سنة فهم الأثار بشكل غير عادي يعني في عندنا قلة لكن إحنا ما خلناش الطفل نعمله حاجة عشان يعرف تاريخه بالزاد مثلا شوف أنت نجي المقررات في الطلبة ده موضوع التعليم بقول التعليم ده طبعا نمر واحد التعليم عندنا المرحلة اللي ابتدأي المفروض يليها إحنا عندنا تاريخنا مش الفرعوني بس تاريخنا يبدأ من بداية العصر الفرعوني إلى العصر الحديث وأنت حتى بقول للناس إحنا ما نجي نكتب تاريخنا حيبقى صعب أن نكتب التاريخ الحديث لأن حتلاقي مثلا زي حواس بس ضد حاجة معينة ما هيدي رأيه ده غلط إحنا نسجل التاريخ الحديث زي ما هو يعني الحادثة نشرحها فبالتالي تاريخنا ده ما تبصي بتعمل الطلبة إزاي تلاقي إن الرمزيس التاني هزم الحاسيين يعني كلام ما فيش القيم والأخلاق اللي خلال عند الفرعنة يعني أنت شوفي هناك إن الملك كان بيحكم بالحق والعدل التعليم اللي كان بيتعامل للأولاد إزاي يتعامل مع الناس إزاي يتعامل مع الكبير يعني مؤكد أن في العصر الفرعوني كان هناك تعليم رفيع المستوى أه طبعا مؤكد طبعا يعني شوفي العصر الفرعوني كان ليه القمة وصل الفرعنة للقمة في كل حاجة هم طبعا أنا دائما بقول الإيمان في العالم الأخر هو اللي بانى مصر لأن هم في البداية كان فيه سيستم بتعمل السيستم ده هو إنه بيؤمن بالعالم الأخر أنا عايزة أسأل حضرتك يعني الإيمان بالعالم الأخر بمعنى إيمان القدماء المصريين بيوجود الأخيرة والحساب والعقاب طبعا إنه هو بيؤمن إن الحياة دي حياة بسيطة لكن هناك حياة أخرى هيش فيها بقى ماذا الحياة فبالتالي بلى الهرم وأظهر عبقريته في الهرم يعني الهرم مش مقبرة فقط لا ده مقبرة وبيبين عبقريته مصر القديم لأن كل ملك بيظهر عبقريته في البناء فبالتالي بيبدع في هذا الموضوع سواء مقبرة أو سواء معبد أو سواء هرم وبالتالي يمكن أنا لما كشفت المدينة الأسرية يقول لك أن الحضارة الفرعونية هي حضارة بلا مدن وبالتالي ما بتليه لأنه هو المدينة لفترة مؤقتة لكن الحياة الأخرى هي أهم حاجة في الدنيا فكان بياخد المتاع بتاعه كان بي كل ست بقى بتتمنى تبقى في العالم الأخر شكلها إيه يعني أنت لو بصيت حتى في الوقابر بتلاقي كل الستات حلوية ما كانوا ما كانواش كده هي الست كان بتتمنى بتتمنى تبقى في العالم الأخر يعني ده معناه دكتور حدريك دلوقتي بتفند وجهة النظر الخاطئة اللي دايماً يتقال فيها عن قدماء المصريين أنهم كانوا يعني مجموعة عفواً يعني من المساخيت من الكفار لا لا الذين لا يعرفون أن هناك رب أن هناك آخرة أن هناك حساب ما هو هو الأديان السبوية مش ممكن كانت تقوم بدون قابليها يعني عندنا التوحيد بدأ من مصر القديمة بدأ المصر القديمة هو أول إنسان في الدنيا بدأ يؤمن بالله الوحد وبالتالي ده مرحلة في منتقى الأهمية فإذن الأديان اللي جات دي جات بمراحل مرت بالإنسان يعني نصوص إخناتون مثلاً زي ما حضرتك بتقول يعني يعني يناجي فيها بعض الناس لو شفت الأنشيد بتاعت إخناتون المزمونه 104 و 105 أنا هقولك حاجة مهمة جداً في أن احنا لما أنت تعملي حاجة للناس بيهتموا بالأثار يعني أنا ما بعتنا زمان الإنسان القليج هو الهرم تمام حقيقة أن يمكن طبعاً فاكراً الروبط ده أي والروبط داخل الهرم مصر كلها صهرت للصبح وسبب الصهرة كان إن ميرفت محصي محمد هي اللي كانت بتقدم البرنامج ده فميرفت يعني كبرت الموضوع بيينت إن احنا هنكتشف هنكتشف علي بابا من 40 حرام يعني بيينت أهمية البرنامج ده ثلاثة لخمسة الصبح على الهوى تمام أنا إيه النتيجة بتاعت البرنامج ده إن أنا مرة ماشي في ميدان لبنان قابلني واحد بيشهد وهو عنده مشكلة في كلامه يعني يقول لي يا زاهي مش عاقف ينطق زاهي لكن أهم حاجة بقول لي هتبعثوا الروبط إمتى جوه الهرم إحنا حرقنا على مستوى هذا الرجل حرقنا اللي جواه وبقى فخور إنه وشاف إنسان آلي بيكتشف حاجة جوه الهرم نجي بتقول الأطفال أنت هل في برنامج تلفزيوني معامول عن الفراعن للأطفال لا إحنا بدأ بنفكر دلوقتي إن إحنا نعمل حاجة وهنجيبها في مصر إحنا بنعمله مع ديزني وهو إن إحنا بنعمل حاجة اسمالية لزاهي يعني هنجيب هو فيه هيبقى والد صغير عنده 8 سنين لابس بورنيتا والولد ده هو اللي يكتشف الأصار المصرية وهنوديه بعد كده السعودية وهنوديه المكسيك وهنوديه العالم كله لكن أهم حاجة إنه هو يكتشف الأصار الفراعنية مش للمصريين بس لا للعالم كله من خلاله هو هيخلي الأولاد يهتموا بالتاريخ بتاعنا طب هذا البرنامج زي ما حادثت بتقول عن طريق شركة ديزني لكن إحنا تلفزيوناتنا بالكامل وقنواتنا الكثيرة جدا والمتعددة يعني أيضا هذا نداء لا هنهات تهتم بهذا الموضوع والله أنا يعني أنا أنا نفسي نبقى فيه يعني إحنا بص لكل برامج التلفزيون هل فيه برنامج واحد بتكلم عن الحضارة المصرية القديمة مفيش نهائي طب إحنا نخلي البرنامج ده فيه إثارة يعني يضروري نعمل الأصار إننا لو عادت أتكلم قدام الناس هينموا لكن ممكن نعمله بطريقة الأكشن يعني ممكن بدل من واحد يقعد يتكلم لا يدخل الهرب ويدخل جوه الحجرة ويعمل يعني فيه أشكال كثيرة للبرامج التلفزيوني فيه طرق ونريد أيضا برامج للشباب ما أنا أنا عايز أبدأ أنا مش عايز للطفل بس أنا عايز كل المجتمع يعرف قمة هذه الحضارة الحضارة الفرعونية لو أنا درستها لشبابنا والكبار والأطفال هيعرفوا الناس إحنا إزاي إحنا حكمنا الدنيا دي كلها من خمس ثلاث سنة بالحق والعدل إزاي أقامنا هذه الحضارة العظيمة وبالتالي أنت عارف لما تقول أنا من عائلة فلان ببقى فرحان من عائلة فلان بالضبط ده أنا أجداد الفرعنق دي حاجة أنا نفسي تبقى موجودة في وجدان كل مصري حضرات الدولاتي أشرت إلى موضوع الإعلام وده مهم جدا جدا والبرامج وأشرت إلى التعليم وهو أيضا هناك اهتمام بسيط وهامشي جدا في الحضارة الفرعونية ده هي منظومة يعني أنا شايف أنه يبقى فيه ورقة بتتكتب الورقة دي مطلوب بمزارة التربية والتعليم إيه مطلوب إن أنا غير منهج مطلوب إن أنا الحروف اللغرفية دي بدل مدرسة ترسم حاجة شجرة لأ ترسم حرف غليفي وعندنا 24 حرف ياخدوهم المدرسة تتعلم الأطفال تقول لرسم البومة البومة دي إيه ونلاقي حرف الأم يبدأ يتحرك الطفل يشوف إيه إيه الحروف دي هيتكلم هو يتحرك ويبدأ يقرأ أنا أنا شخصيا والله من وقت أعملت حوالي 17 كتاب للأطفال صغيرين كده بأي لغة؟ بالعربي أين هم؟ والله هم موجودين في دار ناشر يعني فيه دار ناشر ودار ناشر دي أنا بقولها يعني المفروض تقدمها في المكتبات تحت المدارس يعني حتى أنا يعني أتمنى أن 17 كتاب دولي يتواجدوا في كل مدرسة ابتدائية أو أعدادية أو سنوية في مصر لأنها كتب بسيطة التربية والتعليف في مصر القديمة الهرم الزراعة التعليم اللي كان الأداباء بتكلموا فيها والنصائح اللي كان بيدوها الأولاد الحقيقة 17 كتاب في كل الفروع اللي موجوده طيب دكتور زاهي يعني حالك بتتكلم على التعليم والإعلام والثقافة طبعا تفتكر لو ده حصل إيه الناتج 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 هديبقى حاجة جبارة أن نشوفي لما شبابنا وأطفالنا وإحنا كلنا نعرف قيمة هذه الحضارة ونعرف الفرعنا قديموا إيه للعالم ونعرف أن هم مش دمويين كان الفرعون ما بيروح يعني إحنا بدأنا أن إحنا نطلع للعالم الخارجي لما مصر احتلت لأول مرة من عن طريق الليكسوس وعاشوا عندنا أكثر بمئة وخمسين سنة فطبعا كان دار الثقاث جدا أنه قلنا أن بيجي لنا سينة العدو جالنا من سينة يبقى لازم نأمن سينة حتى إحنا في العصر حديث سينة بالنسبة لنا أهم حاجة صحيح فبالتالي في العصر الفرعوني قال لك لا ده لعمل طريقة حرص الحربي عشان أطلع منه روح الشرق أم من هذه المناطق عشان ما يجليش العدو منها وبالتالي بقى عندنا تحطمش الثالث عمل أعظم حاجة في الدنيا كان يجيب أولاد الأمراء بتعصري وفلسطين والعراق والحدد دي يعلمهم في القصر الملكي عشان يبقوا موليين لنا المصريين فبالتالي من الحضارة المصرية نقدر نعرف حاجات جميلة ونقدر نعرف مثل نتكلم عن العمارة نتكلم عن الفن نتكلم شوف أنت روح تبقى تحفل مصري شوفت مثال من التماثيل أتمنى لو أي مواطن مصري دخل مطحف المصري وأنا يعني بتمنى أن الأولاد لما بروحوا بالمدارس الهرم بلعبوا كورة بأسر أي عيلة بتروح بيأكلوا بحش على الهرم ما ينفعش لو هم عارفوا أهمية ده الأولاد مش هيروحوا لعبوا كورة حيسبعوا وأنا مفاتش أثار الهرم بعدت الجواب لوزارة التنبياء والتعليم في الجيزة قلت لهم أرجوكو لما مدرسة تيجي قلولي أجيب لكم مفاتش أثار وطبعا في بعض وكلاء الوزارة بيهتموا وبعض الناس بيهتمش طيب يعني حضرتك دولاتي بتؤكد أنه لابد من تدريس الحضارة الفرعونية في المراحل بالتحديد كمان الأولى هي بتدرس بس لابد بإعادة كتابة التاريخ الفرعوني وإعادة كتابة تاريخنا كله حضرتك راضي عن طريقة اللي مكتوب بيها التاريخ الفرعوني في حضارة المدرسية لا طبعا وانا اتكلمت مع الدكتور تاريخ شوقي هو راضي العظيم الحقيقة وهو على فكرة بيفكر دلوقتي في هذا إن لابد أن يعاد كتابة التاريخ بطريقة فيها الحكم والموعث والقيم اللي كانت موجودة عشان نتعلم منها وأولاد يتعلموا منها يعني نقول هنا فعلا برضو بنردد أنه الحضارة المصرية القديمة الوحيدة يمكن اللي في العالم اللي فيه علم باسمها علم المصريات وهذا العلم يدرس في الخارج لكنه لا يدرس في بلدنا لا بيدرس فين؟ في كل عندنا ده الأسف ده أنا في الجامعات في الجامعات آه أنا بتكلم على الأطفال الصغيرين اللي في المدارس بصي للمدارس الابتدائية في العالم كله يعني أنا للأسف بعمل سكايب كثير جدا لمدارس في أمريكا وأوروبا مفيش برة مدرسة طلبت أنه نعمل لهم حاجة يعني يعني أنا شايف أنه أنه أيضا اللي مسؤولين عن التعليم مش الوزير لأ حتى اللي هم في كل واحد في مدرسة يعني لازم أنا شفت كتاب مكتوب باللغة الإنجليزية للأطفال في مدرسة أجنبية مكتوب جميل جدا يعني عجبني جدا كتابة التاريخ اللي مكتوب باللغة الإنجليزية لأطفالنا أنا نفسي بقى اللي مكتوب باللغة العربية لأطفالنا أن يفهموا قيمة هذه الحضارة ما تعرفيش هتأثر فيه مؤدية يعني أنا عمل في حاجة اسمها تابعة دكتور مصدر في إيه عمل حاجة اسمها مركز زي حواس المصلات في مكتب سكترين إحنا بالمركز ده بنعمل مشاريع كتب جدا أنا باخد ساعات ألف طالب من مدارس الابتدائية لهرب أنا بنفسي رح وبقف قدامه ما تعرفيش العيال بسكتب عايزين يسمعهم لا ده طبعا ده أولا ده شيء مهم جدا أنا بقى عايزة سألحرف برضو سؤال هنا في هذا الموضوع هناك يعني كثير من الذين يتكلمون في موضوع الدين في مصر لما تأتي سيرة الفراعنة بيسموهم مساخيك وبيسموهم كفار ونمع يعني عبد للتماثيل إلى آخره كيف نستطيع أن نواجه تلك الأفكار للأسف المنتشر هو طبعا لابد الأول أنا طبعا الفترة الظلمة الظلمة اللي احنا عاشنا فيها ومش عايزة يجب أسمع أحد كانت فترة بتبين جاهل هؤلاء الناس لأن اللي تكلم هذا الكلام جاهل يعني مثلا ييجي واحد يعمل فتوى حتى اليومان دول يقولك إيه إن المميوات تطلحها ده حرام وتحفر ده حرام طبع أنت إيه اللي عرفك يعني هل هناك نص في القرآن الكريم بيتكلم في هذا الموضوع ده بالعكس ربنا سبحانه وتعالى هناك ما يشير لأن احنا بنبحث ونتعلم الناس دول فأنتي لما تيجي تتكلمي عن الفرعنة ربنا سبحانه وتعالى لما قال الفرعون ده فرعون ظالم وهناك في كل مكان الصالح والطالح فربنا سبحانه وتعالى تكلم عن فرعون واحد وهو فرعون موسى أيوه وقال إن ده رجل ظلم ظلم اليهود وعمل وآخذ جزاؤه وبعدين ايه الظلم في الموضوع الفطرة الفرعونية كانت في فطرة قبل وجود الديالات السبوية احنا عندنا ربنا يعني الحاجة الجميلة في مصر لسيدنا إبراهيم جباصر وسيدنا يوسف وسيدنا موسى يعني شوفي عاشوا في مصر وعند لكن طبعا وسيد المسيح وسيد المسيح لكن احنا ما عندناش بقى دليل لوجودهم في الأثار وانا دائما بقول يا جماعة لابد أن نفصل بين الدين وبين الأثار الدين حاجة والأثار حاجة تاني خالص ما يجيش بقى عالم الدين يفت في الأثار أو عالم الأثار يفت في الدين لأ كل واحد في بجاله فما ينفعش أنا يعني أنا في ربناي يعني مسيح بالخير الدكتور علي جمعة وافتف في موضوع وانا عرضته واتكلمنا بعد كده ومعرضنا مع بعض وفهمنا أن ده حاجة ما ينفعش أنا أقول أن الحاجات دي كانت موجودة أبدأ أنا أفصل أقول مين بقى فرعون موسى ما عندناش دليل واحد يؤكد من هو فرعون موسى أطلق بعض الناس ده صحيح بعض الناس تقولك ده فرعون موسى كان اسمه فرعون ما ينفعش يكتب ده في الروايات فيه رواية اللي هي كتبها أحمد مراد بتكلم بقول إن كان اسمه فرعون عصلش ليه لأن احنا عندنا أحمس وعندنا الرسيس التاني وعندنا بطلميوس الـ 12 وعندنا كل الفرعونة بيكتب اسمه في حاجة اسمها خرطوش وقبل الخرطوش كلمة برعا وبرعا معناها القصر العظيم اتحرفت في العبري إلى فرعون وأصبحت في العربي إلى فرعون أي الملك اللي بيعيش داخل القصر يعني أنت دلوقتي بتقولي أعلن البيت الأبيض ما بتقوليش أعلن رئيس أمريكا البيت العالي يعني أنت بتتكلمي عن المكان فبالتالي الفرعون كان بيحكم من هذا القصر اللي هو اسمه برعا ولو علماء الدين اللي هم بيقولوا بعض الحديث والحاجات اللي هي ما بتعجبناش هم يقروا حضارة فرعونية ويشوفوا ويشوفوا الحضارة دي قديمت إيه البشرية والحضارة دي كانت في وقت اللي ما يكن هناك أديان وبالتالي أنت لو ما تقدرش تدي برأي قبل ما تقرأ وتشوف يعني هل بنا السهل إخناعهم بهذا لا طبعا لأنهم عندهم خط معين يعني شوفي أيام الإخوان يطلع واحد أسف كنت ما بكي يطلع واحد يقولك ده عمر بن العص لما جاء مصر ما كانش عنده أنابل عشان يهد الهرب لأ عندنا أنابل لوقتي بيهد الهرب تخيالي؟ يعني ده باقي ده أثر باقي عشان نتطعز بحاجات كير جدا ونفهم منه حاجات كير جدا العالم كله بيتردر في بناء الحرم حتى الآن أجي أنا أجيب أنابل عشان ندمر الحرم لما حصل في طلبان ودمره التماثيل الأثرية العالم كله بص ده تخلف يعني ده نوع من التخلف ما فيش فيه أي حضارة في الدنيا أن الإنسان يدمر تريفه تدمر حضارة قديمة ودمر حضارته طبعا أن ده حضارة إنسانية والحضارة ليه العالم كله بيعترد به الحضارة المصرية ليست ملك مصر فقط بل ملك العالم كله وبالتالي العالم مسؤول معنا عن حماية هذه الأبهار فيه دور للفن في هذا الموضوع طبعا أول مرة ألاقي أن كل الشعب المصري بما فيه من معارضين عندنا ناس هنا سودة تحبت أي حاجة بيضة تعملها سودة للأسف يعني في البلد فيه إنجازات جميلة بتتم تلاقي فيه ناس تطلع عايزة تهد كل حاجة فبالتالي أنا المرة الوحيدة في حياتي اللي شفتش واحد بس يعني أنا في يومها أو نفس اليوم بالتاني أو نفس اليوم عملت حديث في الجزيرة والبنت بتقول لي بتقول لي إيه مش الفلوس اللي أنت صرفتوها على الموكب ده كان ممكن الناس يعني الغلابة في مصر فقلتني طبعا أعلم لك حاجة أنا أشرح حالك بتقول شو بابا سيدي السياحة مفيش بيت في مصر مفيش فيه حد يوزرقش في السياحة كل بيت يا إما فيه مرشد يا واحد بشتغل في قتل يا واحد بشتغل في شرك سياحية وأنا قلت لها أنا هقولك حاجة أنا مرة داخل أجزخانة الراجل بقول لي هترك السياحة هترجع إمتى قلت له أنت مالك قال لا بتأثر علينا حتى بتاع الأجزخانة قلت لها أنت لو جيت تلوقتي عملت دعاية واحدة في سيئناد بتبتاع 20 مليون دولار أنت أنا دخلنا كل بيت في الدنيا مفيش بيت في العالم ولا حد في الدنيا كان ماشي في الشارع العالم قعدة بتتفرج على 22 ملك وملكة مشير في شارع القاهرة هزوا قلوب الدنيا 40 دقيقة هزت قلب الناس في كل مكان أنا ما أتكلم عن دكيل خال علان قلت له المرة جيت مومية واحدة مومية واحدة بتاعت رمسيس الأول جبتها من أطلنطا على الطيارة وجيت هنا القاهرة أكتر من 100 صحفي وإعلامي قبلوا المومية في المطار كأنه مالك حي واتعمل مؤتمر الصحفي ضخم جدا في المتحف الوصري ده مومية واحدة ما بالنا بقى 28 ملك وملكة العالم كله شاف هذا فإذن لو صرفتي بلايين الدولارات عشان تعمل الدعاية مش يقدري صحيح للحوار بقيا نعود بعده لنستكمل هذا الحوار مع عالم الأثار الكبير الدكتور زهر حواس حول الحضارة المصرية وعلاقة هذه الحضارة بالهوية ترجمة نانسي قنقر 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 دكتور زهر حضرتك كنت بتتكلم على تأثير موكب الموميات في عموم المجتمع المصري مش كده؟ طيب حتى ترميمة إزيس اللي أعتقد أن الناس كانت بترددها دون فهم لما يعني يقال بشكل محدد أين السينما المصرية من موضوعات الفراعية؟ ده سؤال مهم جدا لكن أنا قبل ما جواب على السؤال ده عايز برضه أزود حاجة على الموكب الموميات يعني احنا قلنا على الدعاية اللي في الخارج لكن في الداخل بقى ده تصح فينا الهوية المصرية والحياة هو ده تعليقي فعلا يعني خلى داخل مصر المشكلة جميلة جدا خلى بقى اللي بقولك لما أنت عملت حاجة مثيرة خليت الناس شافتها فبالتالي احنا لازم نقدم أثرنا بالطريقة اللي قدمنا بيها موكب الموميات أجبأ للسنة وطبعا يعني دي مشكلة أنا مش عارف سبابه إيه أنا دايما أقول إن عشان نطلع العالمية بالسنة المصرية لابد من خلال البطل عندنا والأثار العالم كله بيجي أعمل أفلام عندنا يعني اتعمل هولوود عملت أفلام كتيرة جدا نصورت في مصر وبعد كده عندنا المشكلة كان اتحلت أعتقد دلوقتي كان اللي يجي أي مقرد كان يجي هنا من زمان كان يتبادل يعني كان فيه مشاكل كتير مع الرقاب على المصر بس هي اتحلت دلوقتي أعتقد اللي فيه جاه واحدة اللي هي الإنتاج الإعلامي اللي هي بتدي تصريح لأي حد أجنام بيجي بقوله كل التصريح بس دكتور زاهي ما هو موجود في مدينة الإنتاج الإعلامي ده شيء مصنوع ليست الأثار الحقيقية ده من ناحية من ناحية ثانية لا لا أنا بتكلم على إيه إن هناك في مدينة الإنتاج الإعلامي هناك إدارة بتدي التصريح دلوقتي يعني أنا مقرد جاي عايز أصور فبروح أقدم لهم هما بجيوا للتصريح قبل كده المقرد كان بيلف على سبع تمن جهات عشان ياخد تصريح عشان نصور في المصر طب هل صحيح يعني هل ده شيء جيد إنه العاملين في السينما يجوا مناطق الأثار ويسجلوا أو يصوروا في منطقة الأثار نفسها طب ما ده حيبقى فيه نوع من أنواع يعني الخسارة برضو في إيه يعني بالبلد كده بهدلة يعني أنت هتبهدل إيه أنت الوقت لو صورت في الهرم هتبهدل في إيه ده مكشوف أنت تبهدل لما بتخلو لجوة مقبرة تروح وقت الملوك من برة يعني أنت البعبة تكرمت يعني أنت بالعكس السينما العالمي لما صورت أثار ما طلعتها على أعلى مستوى وهناك أيضا أفلام سيئة جدا عن الحضارة المصرية ما أنا عايز برضو أدخل من حضرتك في النقطة دي أنا باقتلف معاك في الرأي ليه الدراما دراما اكتب أنا ما كان يجيلي من رقابة فيلم أجنبي عن مع الأثار فأقول له في الأنا ما ليش دعب القصة نجيب محفوظ لما كتب كفاح طيبة أو كتب عبث الأخضار من تأليفه من هالسلة بالأثار نهائي حتى كفاح طيبة غير تماما ده من حقه من حق بس لازم في الأول يتكتب عبارة أن هذه القصة أو الرواية ليس لها صلة بالتاريخ و بالحضارة الفرعونية لكن يلتزم بإيه بقى يلتزم باللبس يلتزم بشكل معبد يلتزم بالحياة المصرية القديمة لكن الرواية اعمل إزا ما أنت عايزة بس في الأول هذه الرواية من وحقي الكاتب لكن يعني حتى الآن الأفلام العالمية اللي بتتناول الأثار الفرعونية أو تدور أحداثها فيه يعني خلال الأثار الفرعونية الحقيقة أنا شفت أفلام كتير في هذا الموضوع زي فلقيت أنه فيه خلط بين الفرعوني والإيراني والهندي طب أديني أديني في فيلم أفلام كتير لأ مفيش فيلم عملته هولورد فرعوني غير فيه الفرعوني والحاجة الكويسة بقى يعني أنا قبل كده الأفلام اللي اتعاملت في الستينات زمان اللي خبطت لكن أنا كنت بدرس في يوسي فجال سبيلبرج وبيعمل فيلم برينسوف إيجاد فقلت له وكان صادقي جدا فقلت له على فكرة أنا بنصحك نصيحة واحدة أن الرسامين اللي هرسموا الفرعنة لازم يروحوا مصر صحيح وبادعوا بعد كده بياخدوا أسده في جامعة يوسي ليه في علم المصريات بيراجعوا الفيلم مش ناحة الستوري القصة لا بيراجعوه من ناحة المعبد الهيروغليفي الملابس يعني الحقيقة التاريخية الحقيقة التاريخية فأنا لا أعترض على القصة والرواية لكن بعترض على الشكل والمنظر بتاع الفرعنة اللي بتعمل في التلفزيون فأنا نيجي بقى للأفلام اللي اتعامت عن الأثار إيه فيلم ما عندناش غير شادة عبدالسلام عمل الفيلم التسجيلي اللوائي شوية وهذا الفيلم طلع العالمية اتشاف في كل مكان في الدنيا شادة عبدالسلام عمل أفلام قصيرة وفيلم طويل هو الممياء بس أه ما أتكلم عن الممياء الأفلام القصيرة الدكومنتي دي ما طاعدش بره اللي طلع بره فيلم الممياء اتشاف في كل مكان في الدنيا يعني يمكن الله المرحومة الفنانة العظيمة نادية لطفي لم تتكلم كلمة واحدة لكن دورها من أعظم الأدوار أنا كنت بروح لها وهي عيانة كان تتكلمني تكلمني عن إزاي دخلت المعابد إزاي دخلت المقابر إزاي الناس حبوها إزاي شافت الأثار على مستوه وعشقت الأثار من خلال هذا المضوع فأنا بقول إيه إما بتصوري ده أنا زمان كان صديقي هاني لاشين كنت أقول له هاني عشان خاطري لما تشوف واحدة وواحدة بيحبه بعض ما يحبوش في كازنه خليه ما يحبه في الهرب عشان تبين الأثار للناس يعني أنا السينما لما بالكاميرا الجبارة والتصوير الجميل كده لما أنا قاعد في بيتي مع أولادي باتفرج على الفيلم أبقى سعيد لما شوف الهرب فأنا نفسي إن الأثار تتحط في السينما المصرية لأن السينما المصرية هتطلع العالمية من خلال الأفلام الموجودة ويكون عندنا أفلام مصورة في هذه المناطق بشكل يعني يحافظ عليها والحية لأنه حرم إنه يبقى مصر ما عندهاش فيلم عن الحضارة السرائنية ولا فيلم واحد اتعمل يعني الممياء ما كانش عن الحضارة لا الممياء بيتكلم عن قصة معينة بتاعت عالية عبد الرسول وكاسف خامقة المميوات وحوالي خلالها مرت عليه حاليا لكن أنت مثلا الروايات اللي كتابها نجيب محفوظ دي كلها في العصر في روايك معطق الثلاث روايات لو عملت الملك أو كفاح طيبة لو اتعاملت هتبقى حاجة جميلة جدا وتبقى حاجة روعة وتخلينا يبقى نتبين ازاي احنا المحتل العكسوس دول ازاي قدرنا نقضى عليهم ازاي قدر اول شهيد اول ملك سيقنا نراع الحاجات دي كلها تطلع جوانا الحاجات الجميلة ونشوفها صحيح فأنا يعني عتاب جميل جدا واعتقد العتاب ده سببه ان الافلام ده بتتكلف على فاك تتكلف كتير جدا يعني انت لو عملت فيلم عشان تعمل اللبس بقى وتعمل الحاجات البيئة الفرعونية دي هتتكلف كتير انا اعتقد ان دي افلام لابد ان الدولة تنتج فيلم يعني وزارة ثقافة صحيح وانا يعني فاكر نشار عبدالسلام وانا استركت معاه في نهاية حابرته وهو بيعمل فيلم اخناتون عمل والحاجات كلها ده موجودة كل ديكور اللي عمله لازال موجود عندنا يعني ممكن يستعمل وعمل قعد يدرس في هذا الموضوع سنوات القصة طبعا كانت فيها مرهز صلة بالأسار لكن الدكور والشكل الفرعوني وكل المناظر اللي موجودة وكل هو عملها على مستوى علي جدا قعد اكتر من كم السنوات يدرس في هذا الموضوع دكتور زاهي انا فاكرة سألت الراحل سيد شادي عبدالسلام على موضوع التاج اللي هيلبسه اخناتون فكان بيأكد انه هيعمله من الدهب والاحجار الكريمة حتى يشعر الممثل انه بالفعل ملك ملك يعني الحقيقة تفكير جميل جدا جدا طيب دكتور زاهي حريك قلت انه وزير الاثار في مصر وانت في فترة من فترات كنت وزير الاثار ليجب ان يكون قبل ان يكون وزيرا ان يكون محاربا بمعنى ايه هقولك مثلا انا لما خدوني وزير اعتردت ما ينفعش وزير الاثار ليدخل حزب ولا يبقى في الحكومة ما يبقاش في المجلس بتاع الوزراء ليه كل وزير في المجلس عنده مشكلة في الاثار ممكن المشكلة دي تتحل بس تتحل بما لا يضر الاثار لكن فيه مشاكل كده كانت ممكن بتتحل بتضر الاثار وجوده في المجلس الاثراء هو ملزم بتنفيذ القرارات لكن لو هو بيرقص المجلس على الاثار بعيدا عن مجلس الوزراء حيكون له الحرية الكاملة في الحفاظ على الاثار لأنه وجبه الأول أن يحافظ على الاثار لأنه احنا عندنا كنوز ما نتعودش صحيح مش كنوز فرعونية لأنه احنا عندنا يوناني وروماني وإبتي وإسلامي وحديث حاجات مش موجودة في أي بلد في الدنيا إذا ما تحافظش على الكنوز دي تبقى حضرتنا وطاريخنا ضاع فإذا وجود الوزير بعيدا عن الوزارة ده في منتقى الأهمية طيب بعض الأشياء برضو عايز أخد رأي حضرتك فيها على سبيل المثال سفر الاثار أو بعض النماذج الاثارية أو الاثار بشكل خاص يعني للخارج ثم عودتها بعد فترة طبعا الاجتزاب أموالي يعني إيه رأيك فيها طبعا شوفي أنا اللي بيعترض ده يا إما بتخانق مع وزير الأسار يا إما ما بيحبش بلده شوفي أنت لما بتخدي أنت عنك في النطحة في المصري آلاف القطع الأسرائي يعني مثلا إحنا لما خدنا من أسار تتعنخ أمون أخدنا حوالي مثلا 100 قطع كلها حاجات بسيطة جدا أصرته تعنخون 5398 قطع جابولك 120 مليون دولار وإذا مش مهم بقى الفلوس الدعاية بقى أنا عايزك تحضري افتتاح معرض شوفي الدعاية اللي مصري والطوابير اللي بتعف في الحقيقة شوفي أولا نمرة واحد الأسار بيتم تغلفها على أعلى مستوى بتتشحن بتعمل لها تأمين على مستوى عالي جدا ما يتفتحش الفاترينا غير ما يعرفت الأسري مرافق مع المعرض بصفة دائمة ظابط شرطة وأسري ومرم يعني حالك شايف أنها في حماية تامة تامة وبعدين بقى الدعاية بقى بيجي لك دعاية سياسية ممكن السيد الرئيس يفتح المعرض مع رئيس البلد دي دعاية إعلامية دعاية ثقافية دعاية سياحية بتجيب لك سواح والدولة للبلد السياحة مهمة جدا دي عبارة عن أبتايزر عبارة عن حاجة بسيطة بتخلي الناس يجوا مصر كل المعرض الأسرائي اللي زفت الخارج جابت ألاف السواح لوصر أو حجر رشيد من إنجلترا أنا عندي الأمل دا الأمل دا لي بدأ فيه صحوة في العالم دلوقتي الصحوة دي بدأها رئيس فرنسا قال إحنا نهبنا أفريقيا فعلا أنت لو تروحي بلجيكا وتشوفي متحف أفريقيا نهبوا هذه الأسر ونهبوها بطرق دموية الناس بدأت عندها ضمير ضمير بدأ يصحوا دلوقتي فالعالم بدأ يفكر أن الأسر دي لازم ترجع تاني فأنا عملت مناظرة في أكسفورد يونيفورستي الطلبة بيعملوها وناس بتقول الأسر دي ما ترجعش ما عندهش لأمتاحف وبحافظوش على الأسر ممكن تقوم ثورة تدمر الأسر وأنا في الجانب التاني بقول لهم لأ كلامكم غلط قلت لهم إحنا عندنا أعظم متاحف الدنيا متحف المصر الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الـ 21 متحف الحضارة من متاحف العظيمة اللي نفس كل مصريين يروحوا يوم الجمعة اللوكيشا بتاعه الجميل داخل بحيرة بيطل على القهرة الإسلامية فعندنا متاحف عظيمة وعندنا بنحافظ على أسرنا وأنا ما بقولش نرجع الأسر اللي عندك أنا بقول الأسر الفريدة ترجع زي رسل فرتيتي سرقت من مصر في 1912 طلعت من مصر وترقت التدليس وأنا أرسلت أول خطاب رسمي لعودة الأسر حجر رشيد خدوا الفرنسويين بلا وجه حق بالدول الإنجليز بلا أي سبب أنا شايف أن يعني بالإمكان أنها ممكن تعود إلى مصر في يوم من الأيام أنا بس بعمل حاجة دلوقتي بفكر في حاجة اسمها وثيقة بنكتبها دلوقتي الوثيقة دي أنا هنمضى عليها كبعض المثقفين المصريين والأجانب بنقول لهم أنت سرقتوا رسل فرتيتي ولا بد أن تعود لمصر مرة الأخرى طيب دكتور زاهي في بعض يعني الأشياء كده المنتشرة اللي أنا عايز أعرف من حضرتك طبعا كعالم أثار كبير هل هي كانت أشياء حقيقية معلومات حقيقية أم لا على سبيل المثال وليس الحصر فكرة عروس النيل وتقديم الفراعين القدماء لقربان للنيل هل ده كان موجود؟ إطلاقا إطلاقا عروسه النيل عبارة عن كسوبة صلعت بين الناس ليس لها صلع إطلاقا كان هناك احتفالات بدل قيمة الفرعون للنيل لأن النيل ده ومصدر الحياة النيل ده حابي إزيس لما دموحها نزلت على أخوها وجودها أزريس عملت إجرار النيل فبالتالي كان موجود النهر والفايضان اللي كان بيجي ده خير لمصر فبالتفالات بتتم بيقدموا وكي القرابين للنيل بيرموا حاجات في النيل لكن عمر المصر القديم ما عمل حاجة دموية إطلاقا يعني ده عبارة عن كلام اتقال من بعض المؤرخين كلام عبارة عن غير حقيق حكايات وغير حقيق لأ الحضارة المصرية لم تعرف فكرة القرابين إطلاق لأ عرفت القرابين بطريقة تانية مش القرابين الدموية بالزبط عكس الحضارات التانية كلها القرابين عندها كلها قرابين دموية أيو طيب في بعض الحالات أثناء التاريخ الفرعوني كان هناك زواج الإخوة والأخوات ده كان موجود فقط بين الألاها وبين الملوك بمعنى لأن الملوك هم ألاها يعني إزيس الجنوازية أزوريس تمام هي إزيس وأزوريس دول يعني كانوا كائنات إنسانية حقيقية موجودة لا هي مث تسأسطورة إن المصر القديم إعتقد إزي العالم ده تخلق فقالك إن المية لما بتنحصر بتطلع فيها تل فقال ده هو التل الأزلي التل ده بطلع منه الله العظم وخلق نفسه بنفسه ومن نفسه بقى عمل إله اللي هو نوت إلهة السماء وجب بينهم الرطوبة والهوى خلفوا أربع آلهة وهم بدأت من العمل ورحايا الشر بقى ست والخير أزوريس القصة طبعا معروفة لكن في النهاية كانت عبارة عن أسطورة لكن زواج الإله من الإلهة موجود فبالتالي الفرعون هو إله أو الملك هو إله وبالتالي كان هو الوحيد مش عامة الشعب اللي من حقه يتجوز أخته أو بنته يعني للحفاظ على السلالة الملكية مثلا ممكن حاجة وإن دي حاجة إلهية دي حاجة موجودة في الدم في الدم الإلهي وأسطورة إلهية أن الملك أن الإله يتزوج من إلهة أخته زي إزيس باتجوز أو زي إزيس طيب في حاجة لكن الشعب ما حصلش الشعب لأ حتى زواج من أكتر من إمرأة كان نادر جدا في مصر القديمة ما كانش بتكرر ما كانش فيه تعدد زوجات بسيط عندنا حالات بسيطة جدا مش كتير وعندنا في بعض الأحيان فيه زوجة اللقب بتاع الزوجة حمت بمعنى زوجة لكن اللقب تاني اسمه مترت إحنا لحد النهاردة مش عارفيني الست المترت دي اللي هي كانت مع الزوجة بتتدفن معاه بعض الناس تقولوا كانت خليلة بعض الناس تقولوا يعني لكن مش معدرش علماء الأعصار حتى النهاردة يعرفوا مترت دي اللي تدفنت مع الراجل ومع زوجته كان معناها إيه توت عنخة أمون طبعا إحنا شايفين الكنوز الكبيرة جدا جدا المصاحبة له في مقبرة ده يعني بدينا فعلا إحساس أنه كان ابن مين من الذي أقام له هذه المسائل الجنائزية الفاخرة جدا جدا ابن مين توت عنخة أمون إحنا عملنا بقى مشروع اسمه المشروع المصري لدراسة المميوات الملكية من مجموعة من المصريين على أعلى مستوى أسدها وقدرنا من خلال الدين نعرف أن الهيكل العظمي اللي موجود في المقبرة رقم 55 ده الإخناتون اللي هو أبو توت عنخة أمون إخناتون أبو توت عنخة أمون لأن المشكلة اللي حصلت لما إخناتون توت عنخة أمون اتولد في العمرنا عندنا نص على حجر موجود في الأسمنين توت عنخة أمون توت عنخ إن بقى أتون سالوفا كينج ابن الملك فبالتالي اسمه مع أتون بيدل نتولد في العمرنا يعني توت عنخة أمون ابن إخناتون لهو رمح لما جاء طيب بعدما إخناتون ما مات قال لأ من حياته بالتالت إيت أبي فقال اللغة ترجمه إيت دي بمعنى أب أو جد أو جد جد فبالتالي بدي إن إيه أكدنا أن إخناتون هو أبو الملك توت عنخة أمون وابن الملك أمن حياته بالتالت والملكة تي وأمه ليست نيفرتيتي اطلق طلعنا بقى مين أمه مين ممياء موجودة في المقبرة رقم خمسة وثلاثين اسمها السيدة الصغيرة قدرنا نعرف إن دي أم تتعانخة أمون لكن وبنت أمن حياته بالتالت وتي وكان عنده خمس بنات لكن مش عارفين هي مين من خمس بنات لكن نيفرتيتي لم تكن ابنة لأمن حياته بالتالت والملكاتين الملك العظيم رمسيس الثاني ليس هو يعني الملك الذي كان موجودا أثناء هروب اليهود من مصر فرعون الخروج أي ليس هو فرعون الخروج أطلقا لا يوجد أي دليل هولوود خدته على إنه فرعون موسى كله كانت لازم الحقيقة تختار حد له لكن أقولك حاجة احنا عندنا الدليل الوحيد لوجود اليهود في مصر هي لوحة النصر أو لوحة مرن بتاح بعض الأجانب يقولوا أنا لوحة إسرائيل اللوحة دي بيتحدث فيها شعر بيمجد في مرن بتاح أنت رجل عظيم وفي عهدك مش عارف إيه وكلمة وشعب إسرائيل أبيده وانتهت بزرتهم لا يمكن في عهد مرن بتاح ابن الملك الرمسيسي التاني لا يمكن أي شعر هي مجد في ملك ميت صحيح فمجد فيه وهو عايش وبالتالي فرعون الخروج قبل مرن بتاح مين؟ بعض الناس بعض الناس برمسيسي التاني لكن لا يوجد طب ليه؟ لأن كل المعابد اللي شاهدوا المقابر دي المعابد البلك عشان يروح يبقى إله لابد يهزم الأعداء يوحد للمصر العليا والسفلة ويقدم القرابين لأله دي كلها المناظر على المعابد والمناظر على المقابر يعني عن كتب بيتساعده عشان يروح لعالم الآخر وبيقدم قرابين للأله وجود الأنبياء مش دمن هذا البرنامج لكن احنا عرفت عن الليكسوس بنين تلميذ قاعد في مدرسة الكارنك سمع عن الليكسوس كتب القصة فاحتمال أنا بقول دايما احنا كشفنا من أثرنا 30% ما زال هناك 70% في مصر الأرض احتمال في يوم الأيام واحد سمع عن قصة سيدنا موسى وكتبها وتكتشف في يوم الأيام كم سنة كان اليهود موجودين في مصر هما شوفي وطبعا دايما هما بيرددوا أنهم أصحاب الحضارة وأنهم هم البناء للحضارة ليس لهم صلة بهذه الحضارة اطلاقا والعبقرية المصرية هما جم في نهاية الدولة الوسطى يعني مع الاحتمال جم مع الهجسوس لكن قبل كده في الدولة القديمة اللي ماكن لها موجود يعني بيجي نزمان لما جاء مصر هذا راح أشوف الهرم ولما فرحنا له وقال لا احنا ملنش داعه حتى جريدة معاريف الإسرائيلية من سنتين ثلاثة قالت بعد كشف مقابر عمال بنات الأهرام احنا ملنش صلة بالأهرامات اطلاقا وعندنا بردية واضي الجرف اللي بتتكلم عن العمال المصريين اللي بدنوا الهرم فإذا اللي هم جم في نهاية الدولة الوسطى مع الهجسوس وطلعوا بقى في الدولة الحديثة امتى ده مش معروف يعني علم المصريات ده علم معروف في العالم كله هل في بلد تانية في الدنيا لها علم باسمها فيها في كل الجامعات في مثلا يقول لك المسبوتاميا بس يعني سوريا بلستاين فيه علم فيها لكن مش واخد شهرة الإجبتولوجي اللي هو علم المصريات فيه أقسام الإجبتولوجي جواها مع سوريا وفلسطين والعرق لحضارة المكسيك لكن مش واخد شهرة بتاعة العلم المصريات اللي هو وكم المؤلفات التي بها وكم التدريس في الجامعات والمدارس اه في كل جامعات العالم ما فيش دولة في الدنيا ما بتدريش الأصان البصرية طيب سؤال أخير برضي دكتور يعني مقبرة نيفرتيتي نيفرتاري نيفرتاري عفوا هي مش موجودة فيها لم يكتشف ممياء الملكة ريفرتيتي ولكن اكتشف جزء من الممية بتاعتها موجودة في مطحف تورينو طيب دلوقتي يعني حضراتك بدأت تدينا يعني بعض الأشياء التي ممكن أن نواجهها إلى وزارة الثقافة وزارة التعليم لا هو حضراتك أعتقد ده ممكن يبقى من خلال البرنامج بتاعك ده تبقى قضية وهي أن احنا ما ينفعش أنا أطلب بوزارة التربية والتعليم بس لابد أن نكون لدينا لازم يكتب ورقة أنه كل واحد عليه إيه التربية والتعليم هتغير مناهج هتعمل التعليم العالي هتدخل المناهج هناك التلفزيون يعمل برامج طب أنا أعمل برنامج يا دكتورة عالتوكشو أربع ساعات كل يوم في كل القناة ليه طب أخد نص ساعة عن الأسهار أعمل برنامج للأطفال بسيط أعمل برنامج نص ساعة عن كل اللي عندنا كل مدينة في مصر لها تاريخ ما نتكلم عن هذه المدن حتى جيب بس للمحمد مدين من الأسوان أقوله طعا محمد تكلم عن أسوان عشان ناس تسمعك يعني هناك طرق كثيرة لكيف نوعيد كتابة التاريخ لكي يبقى عندنا الوازع اللي موجود جوانا عشان نعشق بلدنا لأن مصر دي أجمل وأهم بلد الدولة صحيح يعني تلك دعوة من عالم أثار كبير جدا جدا لأولا إعادة كتابة التاريخ المصري بشكل جيد وتدريسه في المدارس وفي الجامعات وفي أجهزة الأعلام والاهتمام بكل ما يدور حوله من خلال مثلا وزارة الثقافة ووزارة الأسعار يعني دكتور زي حواس سعيدنا بوجود لأ دانا أنا أشكرك والله على اللقاء الجميل ده وبتمنى أن أنت يعني القضية دي ما تنسهاشي وانت تتبنيها من خلال مجلس الشعب أو من خلال البرنامج إن شاء الله يا دكتور في الختام أشكر ضيفي عالم الأثار الكبير الدكتور زي حواس وأترك حضراتكم مع حوار آخر مع الدكتور سليمان لاتلان عبر قناة سكاي نوز عربية أشكركم ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج حديث العرب من مصر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر